وفي محافظة سوهاج انتظم سير عملية امتحانة الشهادة الاعدادية وسط التزام تام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كرونا ويتجاوز عدد طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة سوهاج 91 ألف طالب وطلبة موزعين على 472 لجنة وتستمر الامتحانات حتى الخميس القادم الثالث من فبراير مستمرين في امتحانات الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الاول لطلاب محافظة سوهاج اكتر من 91 ألف طالب يؤدوا الامتحان في 472 لجنة امتحانية احنا بنأكد عليه ان هناك تطبيق كامل لكافة الاجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب كمان هناك فيه متابعة مستمرة لامتحانات كمان تم عقد لعديد من الاجتماعات مع السادة موديل الادارات وموديل العموم ورؤوساء اللجان ومراكز التوزيع الاسئلة هناك تنصيق كامل بين مدرية امن السوهاج ومدرية الصحة في تأمين وصول الاسئلة الى مقار اللجان